هناك عدة تحديات الحقيقة موجودة قدام الحكومة لكن أهمها بلا شك طبعا هو عجز الموازنة العامة هذا التحدي أول إعادة تدمية الاحتياطي الخارجي ده عجز تاني إصلاح منظومة الضرائب هام جدا وأخيرا دفع عملية الاستثمار المحلي والأجنبي ودية بترتبط طبعا بتلت أنواع من أنواع الاستثمارات لكن بصفة عامة هذه هي الأربع تحديات الأساسية التي تواجه الحكومة كيف ترى خطوة إداع حاكم قطر مبلغ ملياري دولار في البنك المركزي المصري وتأثرها على الاقتصاد المصري؟ هي مما لا شك فيه طبعا أنه قيام بعض دول خليج مثل المملكة العربية السعودية وقطر بإداع وتائع نقضية طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري بتساعد على اكتياز الظرف الحالي أو الظرف الآن الذي يمر به الاقتصاد المصري لكن أرجع أقول برضو بنفس قدر هذه الخطوات بنفس قدر ما هو مطلوب أن يعود الاقتصاد إلى أوضاعه السابقة حتى نستطيع أن نبني ونعيد بناء الاحتياط النقضي عن طريق الموارد الحقيقية التي نحصل عليها من أداء الاقتصاد القومي لأن مثل هذه الودائع ومثل هذه المساعدات لن تستمر إلى الأبد ولن تكون مستمرة طوال العام إذا تحولنا إلى المصري الخليجي فقد حققتم نسبة نمو خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت ما يجده على 70% ما هي الأسباب التي تقف وراء هذا النمو؟ في النصف الأول من العام الحمد لله استطعنا تحقيق أرقام متميزة للغاية ربما تكون الأفضل في السنوات الأخيرة السياسة التي وضحها مجلس الإظهارة بالنسبة لهذه الفترة أو الاستراتيجية التي وضحها المجلس نفذت بالكامل استطعنا في هذه المرحلة أن نزيد ودايع البنك وده طبعا نتيجة ثقة العملاء في البنك وعلى الرغم من الظروف الشديدة وارتفاع أسعار الفايدة بشكل كبير في السوق المصرفية المصرية لكن استطعنا أن نرفع ودايعنا التي وصلت تقريبا إلى حوالي 6 مليار جنيه مصري زيادة بالنسبة 30% عن الفترة ذاتها من العام الماضي في الوقت ذاته ارتفعت أصول البنك إلى حوالي 7.2 مليار جنيه مقارنة الحقيقة بالعام الماضي استطيع أن أقول أن حجم الأصول نمى تقريبا بنسبة 25% عن الفترة ذاتها من العام الماضي بالنسبة للربحية بلغت أرباح البنك حوالي 76.5 مليار جنيه مصري تمثل تقريبا 71% نسبة نمو عن الفترة ذاتها من العام الماضي كيف تحاططون الاستغلال السيورة الجديدة وما هي القطاعات التي يمكن يتوسع بها البنك المصري الخليجي خلال المرحلة المقبلة؟ بالنسبة للمرحلة القادمة طبعا هي بتتوقف بصفة أساسية على عودة الاقتصاد القومي إلى الأوضاع التي كان عليها واستقرار الأوضاع الأمنية وبدء عمليات الاستثمار الجديدة سواء كانت استثمار داخلي أو استثمار أجنبي بصفة عامة البنك بيتمتع بنسبة سيولة عالية للغاية بمعدل كفاية رأس المال نسبة عالية جدا معدلات سيولة في البنك وطرت إلى ما يزيد على 40% بالجنيه المصري معدل كفاية رأس المال في البنك طبقا لمخررات بازل 2 حوالي 22% وهذه كلها نسبة مطمئنة بتعطي البنك نوع من الثقة ومن القوة في دخول قطاعات جديدة بصفة عامة أعتقد مع استقرار الأوضاع البنك حيكون في وضع أفضل تبقى لاستراتيجيته في تنمية قروض الشركات وتمويل المشروعات تركيزنا بصفة أساسية كان وسوف يكون على القطاع الصناعي وعلى القطاع التجاري ربما البنك المصري الخليجي لم يكن دائما لاعبا أساسيا في المجال العقاري أو المجال السياحي ولذلك أنا بقولي نحن حنركز على القطاع الصناعي وعلى القطاع التجاري